تزامناً مع استخدام أدوات منظومة إدارة المخاطر بالنظام الجمهوريكي الآلي بدأت الإدارة العامة للجمالك تشغيل غرفة التحكم وسيطرة الرئيسة عدة أنظمة من ضمن الأنظمة التي فيها طبعاً فيها نظام تتبع القافلات اللي هو اللي يكون النظام الكتروني توقف طبعاً النظام القافلات القديم اللي هو تكون سيارات تمشي بالشارع حين راح تكون النظام اللي هو الآلي اللي يتتبع يكون جهاز راكب بالسيارة ويكون يتتبع من خلال هذه القرفة في أي أعطار أو في أي مشاكل تكون فيها يكون مراقب من هذه القرفة وبالتعاون مع وزارة الداخلية في التعامل في أي حدث في الطريق طبعاً سواء كان حدث أنه انحراف عن المسار أو أنه كان فيها أي شيء كان في الطريق النظام الجمهوريكي الآلي اللي هي تختص في مراقبة واستهداف الشحنات قبل وصولها إلى الكويت طبعاً يكون يتعامل معها الشباب في أول ما هذه عرضناها يكون موجودة طبعاً هني هذي هني يكون اللي هي عرض الأكستري الشحنات التفتيشة خلال تفتيشها تنعرض عندنا هني بالقرفة التحكم ونقدر نشوف احنا الشحنات اللي تكون تفتش عن طريق نظام اللي هو الشعقة الأكستري في المنافذ الجمهوريكية على طول تنتقل تتحمل الصورة هني عندنا ويتطلعون عليها الشباب تكون وثقة في قرفة التحكم والسيطرة غرفة التحكم تلعب دوراً مهماً في ربط إدارة المخاطر بالتشغيل وتحديد الشحنات قبل وصولها بصفة عامة والشحنات المشتبه بها بصفة خاصة بالإضافة للتحديد المسبق لوسائل التفتيش الجمهوريكي لمناسبة للشحنات النظام اللي بعده اللي هو تتبع السفن اللي داخله وخارجه من الكويت طبعاً احنا هني بوارس الشحن توصلنا قبل تطلع السفينة إلى تتجهل الكويت طبعاً هني فنقدر احنا هني نتبع السفينة إلى وصولها للمنفذ طبعاً ونعرف من أي منفذ هي طالعة أو من أي مينة إلى المينة الوصول اللي هو الكويت ونكون احنا متابعينها لحظة بلحظة بحيث أن يكون عندنا استهداف لها أو عليها بلوك في بعض الشحنات الموجودة أن يكون يتعاملوا معها الشباب عندنا النظام اللي بعده نظام الطائرات اللي قبل شوي حطيناه اللي هو طبعاً تستهداف نفس الشيء إذا كان في شحنة سواء إذا كانت بالشحنات اللي هي بالشحنة الجوي أو عن الأشخاص إذا كان فيه شخص مستهدف طبعاً أو فيه إخبارية عليه عارفين متى وصولها ونكون تتعامل معاه ووضع اللي هي الإخبارية عليه في نفس المنفذ أو نفس المطار اللي هو موجود فيه 26 موظفاً جمركياً يعملون في الغرفة يراقبون المنافذ البرية والجوية والبحرية من خلال 530 كاميرا موزعة في جميع المنافذ للضبط والربط ورصد ومراقبة العمل في تلك المنافذ بما لا يسمح بأي تجاوزات سواء من العاملين في تلك المنافذ أو مستخدميها من المسافرين هذه القرفة تحتوي على كاميرات 530 كاميرا موزعة في جميع المنافذ الجمركية ومن خلال هذه الكاميرات يتم راقبتها من خلال موظفين قرفة التحكم وسيطرة عددهم 26 موظف تقريباً وحالياً متواجدين في قرفة التحكم لمرقبة هذه الكاميرات دورات تدريبية للموظفية؟ هناك دورات تدريبية خلال أسبوع القادم سيكون هناك دورة تدريبية للموظفين ويتم من خلال تدريب تعريفهم على البحث من خلال الحاويات القادمة والبضايع القادمة إلى البلاد وتحليلها والسهداف المبنوعات التي توصلها للبلاد تطبيق مصدر هو برنامج موجود في قرفة التحكم وسيطرة هذا من خلال برنامج تطبيق مصدر يتم مراقبة أو متابعة الشكاوي أو إن كان هناك معلومات تفيد بتهريب ممنوعات إلى داخل البلاد ومن خلال نتحاملها بسرية تامة وهذا المصدر يعتبر من أفضل برامج سرية في الجمع إدارة البحث والتحري كشفت عن وجود تطبيق مصدر ويمكن من خلاله إرسال أي معلومات عن عملية تهريب أموال أو أشخاص أو مخدرات أو قضية رشوة أو فساد إداري وفي سرية تامة أحمد العنزي الرأي